أعود إلى الدعاء الشريف اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المؤمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك هذه أوصاف بصيغة جمع المذكر السالم اللهم إني أسألك بمعاني تعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المؤمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك الحديث عن الأئمة الأربعة عشر وفاطمة هي الإمام الثالث من أئمة الأئمة لكن التعبير بصيغة المذكر للتغليب فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا أردنا أن نتحدث عنهم فإننا نتحدث بصيغة المذكر فللتغليب جاء التعبير بصيغة جمع المذكر السالم مثلما جاء في آية التطهير فإن آية التطهير جاءت تخاطب جهة مذكرة يذهب عنكم يطهركم فإن الله يريد أن يذهب عنهم يريد أن يطهرهم الخطاب لجهة مذكرة ولا يخفى عليكم فإن فاطمة صلوات الله عليها هي سيدة آية التطهير فآية التطهير جاءت بلسان المخاطبة بعنوان التذكير بعنوان المذكر الذي يخاطب فإن الله يذهب عنهم فإن الله يطهرهم ليذهب عنكم الريتس ويطهركم خطاب مذكر الخطاب هو هو هنا وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى الحجة القائمة أسألك بما نطق فيهم في هذه الذوات أسألك بما نطق فيهم من مشيتك المشية عنوان للحقيقة المحمدية الروايات واضحة في الكاف الشريف في الجزء الأول من الكاف الشريف وفي غيره من أن الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية 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 المعنى واحد فإن الله سبحانه وتعالى بدأ خلقه بخلق المشية ومن هنا فإن المشيئة فإن الإرادة صفة حادثة وهي من صفات الأفعال ومن لم يقل بهذه العقيدة فهو مشرك بحسب أهل البيت سلوا مراجع النجف هل يعتقدون أن المشية والإرادة من صفات الأفعال أم أنهم يعتقدون من أن الإرادة من صفات الذات وهي صفة قديمة وهذا شرك بحسب منطق أهل البيت آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون من أن الذي يعتقد من أن الإرادة من أن المشيئة من الصفات القديمة من صفات الذات فهو مشرك هو خارج عن التوحيد هذا الكلام واضح وصريح في رواياتهم وأحاديثهم ويمكنكم أن تعودوا إلى برامج الموجودة على الشبكة العنكبوتية وتطلعون بأنفسكم على هذه التفاصيل بالوثائق والحقائق والمصادر من هنا نبهت الشيعة لكنهم لم ينتبهوا نبهتهم إلى أن دعاء العديلة وهو دعاء كتبه بعض مراجع الشيعة لم يأتي مرويا عن أئمتنا دعاء العديلة مبني في عقيدة التوحيد فيه على أساس ما يعتقده مراجع النجف وهي عقيدة شركية بحسب عقائد أهل البيت في رواياتهم وأحاديثهم من هنا أنتم يا معاشر الشيعة تلقنون موتاكم عقيدة الشرك بحسب أهل البيت نبهتكم مرارا على هذا الموضوع لكنكم تعبدون عجولكم ما ذنب الموتى هل سفتهمنا الأحياء مراجع النجف وحوزة النجف أم طيحة حظهم هس الموتى اشتردون من عدهم لاحقينهم دعاء العديلة لم يأتي مرويا عن محمد وآل محمد كتبه لكم بعض مراجع الشيعة وفقا لعقائد مراجع النجف وعقيدة مراجع النجف في التوحيد فيما يرتبط بصفة الإرادة والمشيئة عقيدة شركية بصريح روايات أهل البيت فالإرادة والمشيئة صفة حادثة ما هي من الصفات القديمة وما المشيئة إلا الحقيقة المحمدية لأن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها إنها الحقيقة المحمدية ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا هو منطق رواياتهم وأحاديثهم وسأعود إليه حينما نصل إلى شؤون التوحيد بينت لكم في الحلقة الماضية من أن الله تكلم بكلمة واحدة الكلمة الواحدة هي الحقيقة المحمدية التي تجتمل على كل المعاني أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فالمشية نطقت فيهم في الأئمة الأربعة عشر ومن هنا قلت لكم فاطمة سيدة ولدها من الأئمة المعصومين فإن المشية قد نطقت فيها هذه مهجة محمد هذه روح محمد التي التي بين جنبيه هذه أم أبيها هذه قلب محمد هكذا وصفها محمد صلى الله عليه وآله وأنا أتحدث في مستوى الأئمة المعصومين الأربعة عشر الذين الذين ظهروا لنا في هذا العالم وتجلوا بما نطقت فيهم المشية الإلهية التي هي خلق من خلق الله إنها الحقيقة المحمدية أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فالمشيئة هي الحقيقة المحمدية كلمة واحدة هي الكلمة التامة والتي نطقت بكل المعاني أرقى تلكم المعاني أعظم تلكم المعاني أين تجلت تجلت في الأئمة المعصومين الأربعة عشر أسألك بما نطق فيهم من هم هؤلاء الذين ذكرهم الدعاء في بداية كلماته اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمريك أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن الأدعية المروية عن آل محمد وهذا الدعاء مروي عن صاحب الزمان إنها كلمات من ذهب في الأدعية التي يستحب قراءتها في أيام شهر رجب عودوا إلى مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فالمشية نطقت فيهم بماذا نطقت دعاء البهاء الذي يقرأ في أسحار هذه الأيام يحدثنا عما نطقت به المشية الإلهية في هؤلاء الذين تحدث عنهم الدعاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله فأجمل جمال المشية الإلهية تجلى فيه نحن لا نستطيع أن نتحدث عن جمال الذات الإلهية على أساس المراتب فإنها ستكون مركبة حينئذ الذات الإلهية الأولى التي خلقت الحقيقة المحمدية لا يمكن أن نتحدث عن أوصافها بالمراتب والدرجات لأنها حينئذ ستكون مركبة من درجات مختلفة وهذا ما لا يمكن أن يكون فهي ذات ليست مركبة حينما نقرأ دعاء البهاء دعاء السحر إنه يتحدث عن صفات في درجات اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه هناك أبها البهاء وكل بهائك بهي فهناك بهاء بهي وهناك بهاء هو أبها البهاء وهذا ما لا يمكن أن يكون في الذات الأولى هذا يتجلى في تجليات المشيئة الإلهية إنها الحقيقة المحمدية فأبها بهائها أين تجلى تجلى في الأئمة المعصومين الأربعة عشر هكذا نقرأ في الدعاء أسألك بما نطق فيهم من مشيتك من الحقيقة المحمدية اللهم إني أسألك من بهائك بأبها اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله فهناك جلال جليل وهناك جلال هو أجل الجلال هذه مراتب المراتب لا تكون في الذات الإلهية لا يمكن ذلك ستكون حينئذ الذات الإلهية مركبة هذه المراتب من تجليات المشية الإلهية فإن الله أول ما خلق ماذا خلقه خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية إنها الكلمة التامة التي نطقت بكل المعاني فإن الله حين تكلم الكلمة التامة ماذا كان يريد كان يريد من معنى هذه الكلمة أن يظهر الوجود بكل طبقاته وأن أكون أنا وأنتم في زمن معين في هذا المقطع من عمر الأرض وأن يكون كل شيء بحسب ما جرى فيما مضى وحينما أقول فيما مضى أتحدث عن ماضي الزمان وأتحدث عن ماضي الوجود ماضي الوجود لا علاقة له بماضي الزمان لأن الزمان نشأ من حركة الأفلاك أما حينما أتحدث عن ماضي الوجود فإن ماضي الوجود يراد منه المراتب والدرجات فيما صدر من فيضه سبحانه وتعالى عبر كلمته الأولى تكلم بالكلمة التام بالكلمة الأولى ما هو معناها معناها أن يصدر عنها كل شيء من الوجود بكل طبقاته كل الكائنات كل الأشياء صدرت بحسب مراتبها وجودا وبحسب زمانها في العوالم التي يحكمها الزمان فبعض العوالم محكومة بالزمان ولكل عالم زمانه الذي يخصه وهناك من العوالم ما لا وجود للزمان فيها فحينما نتحدث عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها إنما نتحدث عن مراتبها في الوجود قد أقرب لكم الأمر بمثال محدود وإن كانت الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه حركت يدي فتحرك المفتاح زمانا في وقت واحد ولكن وجودا بحسب مراتب الوجود فإن حركة اليد هي التي أوجدت حركة المفتاح فهي أعلى رتبة فحركة اليد وجودا متقدمة هي في ماضي الوجود لكننا حين نتحدث في زماننا الأرض في هذا العالم المحكوم بزمانه الخاص به فإن حركة اليد وحركة المفتاح في آن واحد حركته يدي فتحرك المفتاح بينما حركة المفتاح لا يمكن أن تتحقق إلا بحركة اليد فحركة اليد هي السابقة وهي الأعلى لأنها هي الفاعلة بتعبير فلسفي هي العلة والمعلول حركة المفتاح العلة حركة اليد المثال يقرب ما أشرت إليه من ماضي مراتب الوجود من جهة من الجهات وإلا فهذه الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك هذا هو الذي نطقت به المشية في المأمونين على سره سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعو به ولاة أمرك المأمونون على سرك سر الله الذي استؤمن عليه هؤلاء هو ما نطقت به المشية فيهم وهذا سر الله فيهم لأن الله أودع سره في مشيته في الكلمة الأولى والكلمة الأولى نطقت في هؤلاء فبماذا نطقت نطقت بسر الله والسر المستودع في فاطمة هو تجل من تلك الأسرار التي نطقت بها مشيئة الله في هذه الذوات الطاهرة ولقد خصصت فاطمة بذلك لخصوصيتها إنها القيمة على الدين سيأتي الحديث عن قيمومتها فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج اللهم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هذه المعاني هي أسرارهم نحن لا نعرفها اللهم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك هذه المعاني هي هذه الأسرار والتي يحدثنا نفس الدعاء عنها أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فماذا نطقت المشية فيهم نطقت فيهم بأبهى البهاء وأجمل الجمال وأجل الجلال وأعظم العظمة هذا الدعاء شرح لهذه العبارة اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هذه المعاني التي هي سرهم صلوات الله عليهم يعلمنا إياها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى هذه هي المعاني التي تجلت فيهم والتي نطقت بها المشية الحقيقة المحمدية الأولى فيهم هكذا نطقت فيهم نطقت بأبهى البهاء وبأجمل الجمال وبأجل الجلال إنه أبهى بهاء الحقيقة المحمدية وأصله ما تجل الله فيها هو هذا أصله أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أعظم العظم اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها فأعظم عظمتي الحقيقة المحمدية نطقته فيهم في المأمونين على سر الله إنهم الأئمة الأربعة عشر وتقولون لي من أن فاطمة ما هي بإمام أي غباء عندكم أي ثول عندكم وأي ضلال عندكم حقائق الإمامة هي هذه وفاطمة خصصت بسر مستودع فيها هذا السر مستودع عند الجميع لكن فاطمة خصصت لخصوصيتها لأنها هي القيمة على الدين اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة هذه مراتب العظمة لا يمكن أن تكون في الذات الإلهية التي خلقت الحقيقة المحمدية ستكون الذات حينئذ مركبة تذكروا هذا المعنى إنما أصر عليه كي تلتفت إلى أن الدعاء من أوله إلى آخره هو في إمام زماننا حينما نقول اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها إنه الحجة بن الحسن حين نتحدث عن زماننا فالحجة بن الحسن هو أبهى البهاء الذي نطقت به المشية الإلهية الحقيقة المحمدية وتجلى إماما لنا فنحن أمته ونحن شيعته هكذا ندعي هلا تلاحظون أن كل شيء في ثقافتنا العقائدية في نصوصنا الدينية في قرآننا في أدعيتنا في زياراتنا يصرح بشكل واضح من أن الإمام المعصوم هو أصل الأصول في ديننا اللهم إني أسألك من نورك بأنوره أنور النور من رحمتك بأوسعها أوسع الرحمة من كلماتك بأتمها أتم الكلمات الحقيقة المحمدية هي الكلمة الإلهية التامة فحينما نطقت نطقت بأتم الكلمات أتم الكلمات الأربعة عشر محمد علي فاطمة وبعد فاطمة أبناؤها من المجتبى إلى القائم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها هذا هذا ما نطقت به الكلمة التام الكلمة الأولى فنطقت هي بدورها بأتم الكلمات هي الكلمة الأتم التي صدرت منه سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد هم الكلمات الأتم التي صدرت عن الحقيقة المحمدية أسألك بما نطق فيهم من مشيتك يستمر الدعاء اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله هم أكمل الكمال اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها هم أكبر الأسماء الإسم الأعظم 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 هو الحقيقة المحمدية في أدعية شهر رجب وفي أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث إنها أدعية التجل الأعظم ماذا نقرأ في أدعية التجل الأعظم التي تقرأ في ليلة المبعث وفي يوم المبعث وتعرفون أن المبعث هو في السابع والعشرين من شهر رجب عودوا إلى أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث في مفاتيح الجنال هأنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنال وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته مخلوق الإسم الأعظم 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 المشيئة نفسها الحقيقة المحمدية هي هي إلا أن العناوين تختلف بحسب اختلاف المقامات والحيثيات وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك إنها المشيئة التي خلقها بنفسها ولذلك استقرت في ظله وخلق الأشياء بالمشيئة أما الأشياء فإنها لم تستقر في ظله وإنما خرجت إلى غيره استقرت في ظل المشيئة الإلهية في ظل الحقيقة المحمدية كل بحسبه تقترب الكائنات وتبتعت في مقاماتها ودرجاتها لكن المرتبة العليا هي لمن نطقت فيهم المشيئة بتمام معانيها لمن نطقت فيهم بأجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال إنهم أكبر الأسماء ومن هنا الرواية في الكافي الشريف في كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي عن إمامنا الصادق نحن الأسماء الحسنى نعود إلى دعاء السحار اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها أنا لا أستطيع أن أقف عند كل فقرة بكل التفاصيل هو مرور سريع مرور سريع وسريع وسريع جدا وإلا فإن هذه العبائر كل عبارة بحاجة إلى وقفة مفصلة لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت وأنا أريد أن أرسم لكم خارطة العقيدة السليمة بحدود أيام شهر رمضان فأنا حبيس حبسني الوقت ولذلك حبست عليكم المعاني فماذا سأصنع حبسني الوقت فحبست المعاني عليكم اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها هم أكبر الأسماء الحجة بن الحسن نحن نتحدث عن زماننا عن إمامنا فهو أبهى البهاء وهو أجمل الجمال وهو أجل الجلال وهو أعظم العظم وهو أنور النور وهو أوسع الرحمة وهو أتم الكلمات وهو أكمل الكمال وهو أكبر الأسماء اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها ولذا فإننا ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإنني أتعمد إذ أقلب الكتاب بين أيديكم كي أقول لكم هذه الحقائق موجودة في بيوتكم من الذي حال فيما بينكم وبينها مراجع النجاف لماذا لأنهم ملأوا عقولكم بقاذورات النواصب وإلا هذا الكتاب مفاتيح الجنان موجود في بيوتكم وأنا ما جئت بشيء من خارج هذا الكتاب هذه زياراتهم وأدعيتهم فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم كيف يذل كل شيء لماذا لأنهم أعز العزة الإلهية اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها فهم أعز العزة تلاحظون أن قرآنهم وأن أدعيتهم وأن زياراتهم وأن رواياتهم تتعضض فيما بينها في لوحة متكاملة واحدة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم أصول الفق ألا لعنة على قواعد التفسير في حوزة النجاف ألا لعنة على علم الكلام والعقائد ألا لعنة على تلك الفتاوى والأحكام ألا لعنة على منهج حوزة النجاف كل ذلك هو الذي حال فيما بين أجدادنا وآبائنا وفيما بيننا أن نعرف أئمتنا بسبب أولئك الأغبياء الذين عشقوا الفكر الناصبي وضحكوا علينا وجعلونا حميرا مثل ما استحمرهم أن نواصبوا واستحمرهم إبليس فحالوا فيما بيننا وبين ثقافة أئمتنا ألا تلاحظون أن الأئمة يسمونهم بقطاع الطرق الذين قطعوا الطريقة فيما بين الشيعة وبين أئمتهم قطعوا الطريقة فيما بين الشيعة وبين العقائد السليمة وعلمونا الضلالات والقبائح وألقوا في رؤوسنا القمامات والقاذورات التي جاءونا بها من العيون الكدرة القذرة هذا هو الذي فعلته بنا حوزة النجاف وفعله بنا مراجع النجاف وكربلاء نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم المضمون هو هو في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها مر علينا قبل قليل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها ماذا تقرؤون في ليالي القدر التي دمرتها لكم حوزة النجاف ودمرتها لكم الحسينيات والمواكب والمساجد عبر وكلاء المرجعية وخطباء المرجعية ماذا تفهمون وأنتم تقرؤون في دعاء نشر المصاحف حينما تنشرون المصاحف وتقرؤون اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى وهذا دعاء السحر يحدثنا عن الحقيقة نفسها اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها حينما تقرؤون الأدعية من دون أن تفهموا معناها هل قرأتم أدعية يا أيها الأغبياء أخاطب عامة الشيعة ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر أمير المؤمنين هو الذي يقول يعني حينما تقرؤون هذه الأدعية ألا لا خير فيكم ولا خير في قراءتكم لأنكم لا تفقهون معانيها معانيها تعود إلى إمام زمانكم لماذا لا تفقهون معانيها أولئك هل أباعر هم الذين حالوا فيما بينكم وبين معرفة حقائق ثقافة العترة وحينما يتحدث متحدث مثلي في حقائق ثقافة العترة يقولون لكم هذا مهسوني هذا ضال ويبعدونكم عن ثقافة أئمتكم إلى متى تبقون حميرا يا أيها الشيعة أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل اطمئنم تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أخبرت خمسة قل يا مستعجب مش جاهبوية تركب يعني خلاق أغامي شيني وكما تقول خلاق أغامي شيني تبقى لأ فكار حالة الفتنون فقش ديخ عربي فقش ونص عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معنى بجمالية لا معنى بجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة شكرا